أنا بالنسبة لي أعتبره نبي تعتبره أي؟ أعتبره نبي نبي؟ نبي مرة واحدة؟ هذا نبي؟ مش قلت لك دوكحة ولا منهم أي حاجة؟ بدأت السخرية السياسية في اليمن منذ أمد طويل على شكل قصص بنهايات اللاذعة قد تتحول إلى أمثال أو شعر شعبي وفتح تطور وسائل الإعلام بابا لصناعة السخرية السياسية واستفادت وسائل الإعلام من قوالب الفن الساخر لخدمة توجهاتها بما فيها القنوات المخصصة لخدمة القرابة وبالتزامن مع ضيق أفق الحرية في البلاد وإصرار كل وسائل الإعلام على عرض البرامج التي تخدم توجهاتها أفردت قناة بلقيس مساحة خاصة للنقد السياسي عبر برنامج رئيس الفصل للفنان الساخر محمد الربع بسقف حرية مفتوح ودون أي محاذير يمكنها أن تؤثر على قدراته في نقد الواقع السياسي الرديل حيث تناول كل الأطراف والشخصيات المؤثرة في المشهد العام بالنقد والسخرية بما يتناسب مع رداءة دورها وتسببها في سقوط الوضع السياسي ودع الفنان محمد الربع برنامجه عاكس خط الذي بدأه في العام 2011 في قناتي سهيل ويمن شباب وانتقل إلى بلقيس بقالب فني جديد باسم رئيس الفصل عرض فيه شكلا جديدا للفن الساخر حيث عرض خمسا وعشرين حلقة رمضانية بجودة إنتاج عالية ومشاركة فريق كبير من المعدين والفنيين استخدم فيه قوالب فنية عدة من الحديث المباشر عن طريق المسايرة التي تنتهي بالتهكم إلى تمثيل المشاهد الساخرة وانتهاءا بتصوير آغان تختار ألحانا مشهورة بكلمات ساخرة حينا مبكية أحيانا أخرى وهو الحال الذي ينطبق على بقية مشاهد البرنامج الذي لا يستهدف إضحاك الجمهور بشكل حصري ودائم طوال وقت البرنامج بل يعتمد على التأثير في العواطف والانتقال بها بين الضحك والبكاء والتعجب والرضى والغضب من خلال خلق مسارات بتكتيكات مختلفة غير أن ما يجمعها كلها هو وحدة الموضوع والانحياز الدائم لتوجهات الجمهور اليمني والانطلاق من مصلحته ووجهة نظره وهو ما يعطي الفنان محمد الربع حضورا دائما حتى في الأوساط التي لا تتفق مصالحها مع مضمون الرسالة التي يقدمها أو حتى الشخصيات التي يتناولها بالنقد والسخرية أربع أخوتي أخوتك إذن مبروك عليك هذا الشهادة مبروك أملون أملون مبروك عليك الكرتون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر